أهلا بكم تتصاعد وطيرة التصعيد الإسرائيلي على الجابهة اللبنانية مع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي يأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصر على الدعم الكاملي للبنان في هذه الظروف الدقيقة وأجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه مشددا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة ومنوها في هذا الصدد إلى أن عدم اضلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهددوا بنزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك لقراءة وتحليل المشهد أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل أهلا بحضرتك أستاذ عبد الحليم ونبدأ بآخر الأخبار الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كيف تقرأ الجهود المصرية المبيولة حاليا لدعم لبنان في محناته وطبعا سرعة التحرك المصري لإيصال مساعدات إغاثية وطبية إلى لبنان على الفور شوف مطالبة مصر بواقف إطلاق النار أو وقف العدوان في غزة وفربنان هي صحيحة من حيث المبدأ السياسة المصرية نفسها على لسان الرئيس أو على لسان وزير الخارجية في الأمم المتحدة تقول أنه لا فرصة لأي تحرك في المجتمع الدولي تخدم تعبير من نوع العجز ووصمة العار وإلى آخره متكرر جدا في الخطاب السياسة المصرية ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ببساطة أنه ما نقلوا السيد وزير الخارجية المصري عن أنطوني جوتيرش أمين عام المتحدة من أن الأمم المتحدة تحولت إلى جلسة أطفال متعبة في محله تمام والسبب معروف ببساطة شديدة جدا هناك إعاقة وتدمير لدور الأمم المتحدة من خلال المجتمع الغربي عموما والولايات المتحدة بالذات وفي واشنطن بالذات الآن كما بدأ من خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة وهو خطاب شديد العجرفة والإطاحة بالأمم المتحدة نفسها زوصفها بالتهمة السخيفة التي يسميها معادات السامية في ظل هذا الجو لا إمكانية لأن نرى أي تحرك من هذا المجتمع الدولي ونحن نقصد بها غالبا المجتمع الغربي والمبادرات وإلى آخره وقد شبعنا من الحديث عن المبادرات هل هذا يعني أن نركن إلى اليأس؟ لا اليأس خيانة في هذه الظروف أنا أتصور أنه في مقابل عجز المجتمع الدولي يجب أن تافت إلى تنشيط المجتمع العربي اللي ألصق علاقة بفلسطين وبلبنان لا أعني بالضرورة أن يذهب هذا المجتمع العربي وأعتقد المقصود النظام السياسي العربي لا أعني أن يذهب إلى حرب ليس بالضرورة لكن هناك فرص هائلة للتحرك منها بالطبع ما قررتهم مصر من الإرسال المواد الإغاثية والطبية وإلى آخره إلى لبنان وأعتقد أنه ظروف لبنان مختلفة عن ظروف غزة هناك طريق مفتوح بصورة أوسع من لبنان ذاتها أو عبر سوريا اتنين المطلوب تحرك تحركات مختلفة يعني مثلا يعني أتصور أنه وزراء الخارجية العرب عليهم أن يجتمعوا يعني فورا في بيروت وليس في القاهرة ليه استخاذ موقف واضح جدا يعني بقرب أطواق النار تلاتة أنه لابد من اتخاذ إجراءات لردع الهمجية والوحشية الصادرة عن عدو الأمريكي الإسرائيل يعني إيه؟ يعني ببساطة ما ينفعش أن نحن نطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة على سبيل المثال وهو تحرك في محله إن كانت هناك بوادر له ينفع أن نحن نطالب بتجميد العلاقات مع إسرائيل من قبل أي دولة عربية أعتقد أن هذا هو الوقت الذي تتخذ فيه مثل هذه الإجراءات التي كما هو واضح لا نطالب فيها بالذهاب إلى حرب بل بتصرفات مؤثرة تحت مستوى الحرب الجانب الآخر بتطور الحوادث في ظل هذا الخلاء أو الانكشاف الدولي وما يشبه الانكشاف العربي ما لم تتخذ مثل هذه الإجراءات سوف تندفع الهمجية والوحشية إلى آخر مدى خاصة في وقت الفوات الأمريكي كما قلنا من قبل من الآن وحتى عشرين يناير عشرين خمسة وعشرين حيث يجري تنصيب الرئيس أو الرئيسة الأمريكية الجديدة طبعا الأمر يتصعد طبعا قد ننسب إلى بعض الأطراف العربية من نوع حزب الله أنه فرط في أمنه الذاتي أو هناك خروق أمنية واسعة لكن في النهاية هناك لا تستطيع أن أنت تأتي على الضحية إنما الجاني يجب أن يوجه له للاتهام بالأمس وصل التصرف إلى زرويته باستشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هل يعني ذلك نهاية لحزب الله؟ لا لأنه ببساطة صحيح طيب ماذا يعني ذلك لحزب الله يا أستاذ عبد يعني ذلك لحزب الله أن هناك خروقا أمنية أصبح لها وقت طويل جدا اتضحت مضاعفاتها فيما جرى من اغتيالات القادة الكبار في حزب الله على مدى العشرة أيام الأخيرة من أول البيجر لحد اغتيال الأمين العام لحسن نصر الله واستشهاده هنا لابد من مراجعة هذه المراجعة أعيننا ليست هناك يتخص حزب الله إنما هذا واجبه هل هذا سيعني نهاية لحزب الله أو شلل لحزب الله؟ لا أعتقد لماذا؟ لأنه كثير من هذه النوازل والمجازر نزلت بحزب الله حسن نصر الله نفسه تولى قيالة حزب الله سنة 1792 بعد استشهاد أمينه العام الثاني يعني في صبح الطفيل الذي عزل ثم أمينه العام الثاني عباس الموساوي الذي قتل بصواريخ من طائرة هولوكوبتر أصابته هو وزوجته وطفله الذي كان يبلغ من العمر وقتها ست سنوات فكرة التضحيات وفكرة الدم الذي يحزم السيف هي فكرة جوهرية في تفكير حزب الله فكرة الاستشهاد نفسها هي أعلى مراتب الجهاد في تصور حزب الله وفي تصور غيره من جماعات المقاومة من نوع مختلف أيضا فكرة الفرق يعني البعض يعني يذهب بالقول إلى أنه كل ما فعلته إسرائيل حتى الآن وصولا إلى يعني اغتيال الأمينة العام هو تمهيد العملية برية تقوم بها إسرائيل قريبا أظن أننا مندفعون إلى ذلك بعد الاجتياح الجوي أعتقد أن سيكون هناك اجتياح بري وأعتقد أنه مع الاجتياح البر بالذات سوف نرى إلى أي مدى حافظ حزب الله على تمسكه وروح القتالية وإلى أي مدى يمكن أن تفوز أو تخسر إسرائيل في هذه الحرب أرجح أنها اعتمادا على السوابق واعتمادا على اللواحق التي جرت في غزة لن تستطيع أن تفوز في حرب بري لأن إسرائيل الآن في حالة نشوة حالة نشوة هائلة جدا وفي تصاعد في مؤشرات تأييد نيتانياهو داخل التجمع الإسرائيلي لا أقول المجتمع للسوريين في 70% من الإسرائيليين على الأقل في حالة رأي المنشورة يطالبون بغزو بري للبنان لسبب بسيط أنه هدفي فك الارتباط جبهة لبنان مع جبهة غزة أو إعادة المشتعمرين الإسرائيليين إلى مناطق الشمال لا يمكن له أن يتم إلا بصدام بري لأن القصف الجوي ينتج ضحايا بعدات كبيرة جدا ولكنه لا ينهي مسألة بالنسبة لإسرائيل إسرائيل أعتقد أنها ستضطر إلى ما تكره وما جربته من قبل وستدخل إلى جنوب لبنان هل يمكن لها أن تدخل؟ نعم يمكن لها أن تدخل لكن لا يمكن لها أن تبقى لأن طبيعة توبغرافية التداريس جنوب لبنان مختلفة شوية عن تداريس غزة ورغم استواء تداريس غزة وضيقها لم تستطع أن تنتصر دعكة من كلام نيتانياهو عن تسعين في المية ومش عرف إيه هذا كلام لا تؤيده الحوادث على الأرض لا تؤيده الوقاعة على الأرض هو يعتمد على فكرة القصف الجوي والمدفعي في إقاع أو ضاع إبادة جماعية سواء في غزة أو في لبنان لكن حين يتقدم للقتال وجهاً لوجهاً أو القتال المتلحم تبين عورات الجيش الإسرائيلي الذي يتقي هذه المواجهات من وراء دروع كثيفة من التفوق التكنولوجي والتفوق المخابراتي خاصة على جبهة لبنان التفوق المخابراتي اللي حضرتك بتتحدث عنه يعني تفوق كثيراً فيما يتعلق بلبناني يا أستاذ عبد الحالي ده طبعاً لا يمكن إلا التسليم بذلك لكن لا نستطيع أن نضع نقطة في آخر السطر لأن الحرب متصلة نحن في غمار حرب ولسنا في إطار تناول بدائل نحارب أو لا نحارب الحرب فرضت على اللبنانيين وعلى حزب الله بالذات وطبعاً أغلب الضحايا سواء كانوا شهداء أو من المصابين من جمهور حزب الله من الجنوب إلى البقاع إلى الضحية الجنوبية هناك آلاف هناك ضربات إسرائيلية على مناطق أخرى في لبنان الآن يا أستاذ عبد الحاليم لا تتعلق بالضحايا الجنوبية يعني هو لا جنوب لبنان يمكن أن تمتدل أنه فيه في صيبة نقاط التركيز الأساسية في القصف الجوي واستخدام لما اتكلمت عن العدو الأمريكي الإسرائيلي أنا أقصد ذلك حرفياً إنه دعك من الكلام الفارغ الذي يقوله الأمريكيون عن إن إحنا نصحنا لم نوافق لم نبلغ لم نعلم كل هذا كلام فارغ وضحك على الدؤون لأنه F35 التي استخدمت في عملية حارة حريك وتدمير ست مباني أو الوصول إلى ما تحتها مع القنابل الخارقة للتحصنات ووزن الوحيدة منها طم هي كلها قنابل أمريكية وطائرات أمريكية إضافة لسيل الجشور الجوية والبحرية الناقلة للمعونات العسكرية الإضافات العسكرية الأمريكية لأنه ببساطة كما قلنا من قبل الإدارة الأمريكية أو بايدن اختصاراً ببساطة في الوضع الحالي هو وضع الذي يسمع إلى نتنياهو فيطيع دون ما تحقيق طيب يعني إلى حين أتأكد من أنه حيكون هناك عملية برية ولا لا من قبل إسرائيل ما الذي تتوقعه من رد لحزب الله على اغتيال أمينه العام فيما يتعلق برشقات الصاروخية التي يطلقها على إسرائيل أنا ضد فكرة الرد الانتقائي بمعنى حين يقع حادث حين يقع اغتيال نقوم برد انتقام لأن القضية ليست قضية شخصية هؤلاء ذهبوا شهداء على طريق قضية تحرير أنا أتذكر الرئيس عبد الناصر في غمار حرب الاستنزاف كانت القوات المسلحة تميل لإنشاء قسم تجميه قسم الثقر بعد استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض كان عبد الناصر طلب عبد الناصر ونفذ أن تزال هذه اللافتة قسم السقر وأن يسمى القسم قسم التحرير لأننا لسنا في مبارات انتقام دموي نحن يجب أن نحرص دائما على أن نرى الطريق أمامنا الطريق صعب طبعا قضية تحرير لبنان وتحرير فلسطين من المؤكد أنه صعب لكنه ليس مستحيلا وفكرة انزال القطع الرؤوس مع حركات المقاومة ليس هناك من دليل واحد على أنها نجحت في سيرة الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيل لا في حركة فتح ولا بعدها في حركة حماس ولا في حركة الجهاد ولا في حزب الله لأن هذه التنظيمات إضافة لطابعها الإيماني هي مبنية على أساس فكرة البدائل الفورية كل قيادي في أي مستوى له خمسة بدائل على الأقل يحلون محله فورا دون حاجة لاستصدار قرارات جديدة ومن هنا حزب الله مطالب بتطوير الحربي لصدامه مع إسرائيل مش قضية الانتقام لحسن نصر الله هو مطالب قد ذلك من وجهة نظر حضرتك ولكن هل يفعل ذلك أم يرد انتقاميا يرد انتقاميا المهم أنه توظف طاقة الانتقام في إطار تطوير الحرب حتى توفي شهيد حسن نصر الله كان الفكرة هي فكرة التصعيد بالتدريج لأنه في إطار تصور أن حزب الله لا يريد الذهاب إلى حرب مراعيا في ذلك أوضاع الداخلية في لبنان وكلنا نعرف أوضاع لبنان الداخلية والاقتصادية والسياسية والطائفية وإلى أكثر لكن بعد هذا التصعيد من جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي أظن أن هذه السياسة ستنفك بمعنى أن يلجأ حزب الله لاستخدام ليس فقط الصواريخ الأبعد وصولا الأبعد مدى لكن الأكثر دقة بمعنى أن يوقع خسارة حقيقية بالعدو تتخطى فكرة الخسارة بنشر الرعب والفزع وتوسيع نطاق الخطر في الداخل الإسرائيلي إلى إقاع خسائر فعلية لأنه لا تتألم إسرائيل إلا من الخسائر البشرية العسكرية أو المدنيين وفي اللحظة الحالية أعتقد أن إسرائيل من جانبها عبرت هذا الحاجز بين المدنيين والعسكريين وهذه الغارات التي تمت بالألاف لم تستسني أحدا يتوجب على حزب الله في المقابل ألا يستسني أحدا في حدود ما يملك وما يستطيع وتخديري أنه يملك ما يؤذي إسرائيل في ترسانة الصواريخ أو الطائرات المسيرة بأنواحها لكن هو لا يملك بالطبع لا طائرات ولا دفاع جوي إنما يملك في الأساس فكرة أن الحوادث المقبلة على مدى أسبوع مقبل في تقديري سوف تنتهي بنا إلى أن تقدم إسرائيل على الغاز والبر إنما ماذا يمكن لنتانياهو بعد فوات فكرة التباهي أنت تعرف أنه في حالة من الإعلام تأتي الحوادث اللي تلغي سابقتها ففي النهاية حادث اغتيال حسن نصر الله جلب الفرح والنشوة لكل تكون إسرائيل وأتذكر أنه مع اغتيال عباس المساوي سنة 1992 كانت عنوين الصحف الإسرائيلية انتهت قصة الصراع مع حزب الله هذه قصة لا تنتهي سواء كان الأمين العام الجديد هو هاشم صفي الدين أو غيره مش القضية قضية أسماء الحزب مؤسساته ضخمة جدا مؤسساته الابتماعية والعسكرية طبعا معالجة فكرة الخروق الأمنية كانت تتطلب وقتا أكثر هدوءا لكن معضلة حزب الله الآن والتحدي المطروح عليه أن يعالج التحديات الخروق الأمنية بالتزاوج مع مواصلة الحرب التي فردت عليه لم يكن يسعى إليها لكنها فردت عليه والشهيد حسن نصر تحدث أنه لا يريد حربا لكنه لا يخشى أنا مشكورك على هذا التحليل أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم القنديل شكرا جزيلا لك